عندنا ايه تاني يا جماعة هنتكلم فيه هنتكلم على تونس والغنوشي اللي يحال بقى يحال النيابة التونسية تحيل 19 شخص للقضاء من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لاتهامهم بارتكاب جرائم انتخابية تبقى للتوصيف هناك في تونس من بينها مخالفة قوانين الاشهار السياسي عدم الافصح عن الموارد المالية للحملات الانتخابية طب بازاي ما عايزينهم يفصحوا عن الموارد ازاي بقى يعني يقولوا ايه عايزين الاخوان يقولوا ايه عن مواردهم المالية ده اسموا كلام على كل كل دي جرائم منصوص عليها في القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية في تونس وكذلك بالمناسبة في العالم من اشهر تتذكروا انه فتح القضاء التونسي تحقيقات واسعة النطاق بحق عدة احزاب سياسية على رأسها حركة النهضة بشؤون قبول تمويلات مجهولة المصدر الطينة من العجينة يعني هم هيجبوه من برا طب احنا معانا على التليفون الاستاذة بدرة قلعول قلعول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس اهلا بيك يا فن قلوه استاذة بدرة الخطة قطعة عموما يعني في النهاية احنا هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بالاستاذها بدرة بس هرجع اقول لكم وهل حط الاخوان بمكان وعرفت مصدر تمويله لا طب بلاش عرفت شكل الانفاق لا طب هل هتعرف مصدر التمويل انسا هل هتعرف شكل الانفاق طبعا هينفق على البلطجية وهينفق على الصيع وهينفق على السلاح وهينفق على الميليشيات وهينفق على تهديد الناس وهينفق على اغتيالات السياسية طبعا من انت فكروا بينفق على الايه يعني هو انتم صدقين لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ان الاخوان كانوا بيقوموا بدور دعوي توعوي اجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخته خدي الشيال ده عشان تتحجيبي في يوم من الايام ربنا يا ربي دي معالكي